موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن تطورات صحة الرئيس عبد المجيد تبون من خلال مراسلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة ومدحه للرئيس الجزائري إن آخر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية كان في 15 نوفمبر 2020 والذي تحدث فيه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول واضح جدا من خلال تتبع بيانات رئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس عبد المجيد تبون أن هذه مرت بعدة مراحل المرحلة الأولى مرحلة الحجر الصحي الطوعي المرحلة الثانية مرحلة مستشفعين النعج المرحلة الثالثة نقله إلى ألمانيا المرحلة الرابعة بدأت مع تنفيذ البروتوكول الصحي في ألمانيا المرحلة الخامسة هي مرحلة الفحوصات الطبية ما بعد البروتوكول ثم جاءت المرحلة السادسة ولكن هذا من الجهن بالرسمي رغم أن المعلومات والمعطيات والشواهد أثبتت بأنه لم يكن هناك حجر صحي طوعي وحقيقة كل ما حدث أن الرئيس أصيب بفيروس في الأول بدأت تظهر عليه الأعراض بعد ذلك تدهور وضعه الصحي عندما دخل في غيبوبة تم نقله فجرا إلى عين النعجة ومن عين النعجة مباشرة تم نقله على جناح السرعة في طائرة متخصصة إلى ألمانيا ومنذ ذلك الحين وهو يعالج من داء كورونا حتى أن وباء كورونا لم تعترف ولم تذكره ولم تؤكده رئاسة الجمهورية إلا بعد فطرة حتى جاءته رسائل ومن بينها رسالة برقية من الملك السعودي ذكر فيها بأن الرئيس عبد المجيد التبون أصيب بفيروس كورونا المرحلة الجديدة جاءت في منشور نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر الفيسبوك قالت فيه لم تذكر كلمة بيان مقارنة بالمنشورات السابقة حتى كانت عندما تصل برقيات كانت تسميها بيان وكنا انتقدنا هذا الأمر يقول المنشور تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشفاه بألمانيا عبرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاها هذا المنشور فيه كثير من المعلومات المعلومة الأولى أن الرئيس موجود ولا يزال في المشفى بألمانيا وبذلك تلك الدعايات التي تروج لها أطراف عبر مواقع التواصل وشبكة التواصل الاجتماعي على أساس أن الرئيس سيعود أو عاد وهناك من يقول أنه تنقل من مشفى إلى مركز نقاها وكذا وكذا كلها ثبتت بأنها دعايات لا أساس لها فقط من أجل نشر الإشاعات وجعل المعلومات تتضارب فيما بينها وما إلى ذلك الرئيس من خلال هذا المنشور لا يزال في مشفى بألمانيا أمر الثاني قالت عن سعادتها لتماثله للشفاء أن الجملة توحي بأن الرئيس بدأ يتماثل للشفاء أنه يتماثل للشفاء لم يشفى نهائيا لو كان شفيا نهائيا عبرت عن سعادتها لشفائه من أل المرد أيضا أكدت أنجيلا ميركل مرة أخرى أن عبد المجيد تبون أصيب بفيروس كورونا هذه معلومة جاءت على لسان المستشارة الألمانية وبذلك تلك الدعايات اللي يقول بأنها محاولة اغتيال وأن هناك من يقول أطلق عليه الرصاص هناك من يقول أصيب بجلطة دماغية هذا المنشور الذي جاء من ألمانيا يؤكد بطلان تلك الدعايات ويثبت ما قلناه منذ البداية كنت منذ البداية أقول بأن الرئيس أصيب بكورونا عندما كانوا يقولون بأن الرئيس في حجر صحي طوعي فقط كنت أقول بأنه أصيب وأنه مريض وأصيب بفيروس كورونا وهذه تأكدت بأن الرجل أصيب بفيروس كورونا وتمنت له القوة والشجاع توحي هذه الجملة أن الرئيس مر بمرحلة صعبة في الغاية وأنه وصل لدرجة ضعف كبيرة وأنه تمت مواجهة هذه التحدي بوضع بصعوبة تامة ولذلك تمنت له القوة أن يعود إلى وضعه القوة بعد مرحلة الضعف التي آل إليها وقلنا كم من مرة أن الرئيس أصيب بيداء كورونا أو بفيروس كورونا وأنه دخل في غيبوبة وأنه وضعه كما يقول لك وصل الحال به الجلد على الأعظم وهذه قلناها كم من مرة أنها تمنت له القوة أن تعود له قوته من حالة الضعف التي مر بها بسبب هذا الفيروس والأمر الثاني الشجاعة الشجاعة من ماذا؟ في مواجهة ما بعد الإصابة هل الرئيس في وضع ما صح ما تقتضي أن تكون له الشجاعة الأدبية أن يظهر ويتحدى مهما كان الوضع الذي فيه أيضا أن تكون له الشجاعة في مواجهة هذه التحديات اللقائمة سواء على مستواها الصحي أو على أمور أخرى كلمة الشجاعة توضع أم تحتها عدة سطور قد تتعلق فيها قراءتين أن الأولى تتعلق بما آل إليه الوضع الصحي للرئيس بعد إصابتهم فيروس كورونا ونحن نعلم أن عمره 75 سنة وليس من السهل أن يعود إلى وضعه الطبيعي كما كان خاصة بأن الضربة قوية في سدره أيضا وأتكون له الشجاعة أن يواجه الجزائريين ويواجه المرحلة بهذا الوضع الصحي الصحي الصعب لن يكون على ما يرام الأمر الثاني أن تكون له الشجاعة في مواجهة التحديات وأشياء أخرى لا ندري ماذا يقصد بها هنا ذكرت في بقية فطرة النقاح معناها هنا في بقية بأن الرئيس حسب هذا البيان أن الرئيس دخل في مرحلة نقاها معناها أنها أيضا مرحلة الفحوصات الطبية اللي سموها من قبل انتهت وأنه في مرحلة نقاها وأنه البقية معناها ما زالت أمامه في مرحلة نقاها إذن المعلومات كثيرة في هذه الرسالة ويبدو أن رئاس الجمهورية فضلت هذه الطريقة لأنها أدركت أن المعلومات التي تقدمها لم تعد لها مصداقية ولكن إن قدمت معلومات على لسان المستشارة الألمانية التي يتواجد الرئيس عبد المجد تبون على أراضيها وفي مستشوياتها ستكون لها أكثر مصداقية وطبعا رغم ذلك أن الجزائريين استعادوا صور أنجيلا ماركل وهي متستقبل من طرف بوتفليقة وفي وضع صحي وهناك حتى من ذهب إلى أنه النظام الجزائري استنجد مجددا بأنجيلا ماركل علها تعطي انطباع وتمرر معلومة ما حول الوضع الصحي للرئيس عبد المجد تبون ولكن نحن ندرك أن المستشارة الألمانية في دولة لديها مؤسساتها ولديها ثقلها ولديها وزنها وليست من الدول التي يمكن أن تستعمل في إطار قد ينقلب عليها مستقبلا وينقلب على حزبها وينقلب على سياستها ومثل هذه الأمور إذن هذا البيان وضح أن الرئيس أخبرتنا أنجيلا ماركل بعدما رئاسة الجمهورية أدركت تماما أنها لم تعود لها مصدقي والسبب ممارسات بوتفليقة السابقة ثم المسبب ممارسات لاحقة بدأت منذ إصابة الرئيس عبد المجد تبون بفيروس كورونا حيث للأسف مؤسسة مثل رئاسة الجمهورية وما لديها من إعلام تتغلب عليها صفحات فيسبوك ومن طرف أشخاص هناك من ليس له أي ثقة إعلامي ولا تجربة حتى تجربة إعلامية ينشر أخبار على الرئيس يتم تصديقها من طرف الجماهير الجزائرية أكثر من الأخبار التي تأتي بها رئاسة الجمهورية بل أنه لو تعود إلى صفحة رئاسة الجمهورية وتشاهد التعليقات من طرف الجزائريين والله سيندى الجبيل عندما تذهب إلى صفحات رئاسات وحكومات دول أخرى تجد أبناء الوطن يصدقون ما يأتي من حكومتهم ولكن لو تذهب إلى التعليقات من طرف الجزائريين إلى الأغلبية الساحقة بين من يتمنى له الشفاء وبين من من لا يصدق ما تأتي به هذه الرئاسة إذن أنا قرأتي الشخصية أن رئاسة الجمهورية أرادت أن تعطي خبر عن ما آل إليه الرئيس بناء على مصدر آخر لأنها لم تعد مصدر موثوق حتى لو أعطت الحقيقة لم يعد يصدقها أحد لأن الجزائريين لن يصدقوا حتى مركب بحد ذاتها لن يصدقوا ما جاء على رسانها وما جاء في رسانتها هم سيصدقون الصورة نحن في عصر الصورة إذا ظهر الرئيس سيصدقون ما يقال عنه أو ما يقوله بنفسه عدم ظهوره سيؤدي دائما إلى الإشعات المورد ترى لماذا السلطة لم تذهل الرئيس أنا أقول لكم الرئيس أكثر من عشرين يوم لم يأكل ولم يشرب فقد وزنه أنا أعرف أشخاص أصدقاء أصيبوا بكورونا دخلوا المستشفيات اللي منقص ينقص عشر كيلو ولوا في وضع صحي للجلد على الله أعظم نفس الشيء اللي يعلى وضعه الرئيس لذلك إظهاروا هذا الجانب لا يريدون إظهاروا في هذا الوضع يريدون أن يتعافى بعض الشيء أمر آخر أن الرئيس لا يزال يتنفس بأجهزة تنفس في الأول كان بأجهزة تنفس صناعي كامل الأكسجين يدخلوا عن طريق الأجهزة ولكن لما استفاق من الغيبوبة وعاد له وعيه وبدأوا الآن يتنفس دائما يتنفس بالجهاز ولكن ليس بسبب وضعه الخطير بل أنه بدأ يتماثل للشفاء رويدا رويدا وصار يتنفس طبيعيا ولكن لا يكفي بل أنه دائما تتم مساعدته بأجهزة تنفس لا يريدون إظهار الرئيس في هذا الوضع نحيف وضعه صعب وأيضا بالأجهزة تنفسية ما حبوا يظهرون أمر آخر هذا في نظري هذا هو الواضح عندي ولكن لذلك يريدون الآن ربح الوقت بقدر الممكن حتى يتعافى بعض الشيء الرئيس ويستطيع يعود له على الأقل وضعه لحد ما طبيعي ولا يمكن أن يعود بسرعة إلى وضعه الطبيعي سيظهر عليه علامات المرض ولكن على الأقل في صورة أفضل بكثير ونحن نعرف نفسية المسؤولين الجزائريين حتى شعرهم يسبغوه ما يحبوش يظهروا فيهم حبة تاشيب ما يحبوش يظهروا أن وجوههم تعبانة ما يحبوش يظهروا دائما ربطة العنق راقية دائما كذا وكذا وكذا مثل هذه الأمور دائما يحبوا يظهروا يرهروا في دائما المسؤول الجزائري يحب يظهر في صورة متميزة لذلك لا يريدون إظهاره في هذه الصورة الضعيف أمر آخر وقد يكون أنهم استفادوا من هذا الجدل يريدوا أن يستفدوا من هذا الجدل فإشغال الجزائريين بصحة الرئيس ووضعه وإعادة هذه المشاهد سيطركهم الناس ينسوا فضيحة الدستور نعم هي فضيحة بمعنى الكلمة الدستور الذي انتخبت عليه أقلية الأقليات ثلاثة مليون من المواطنين الجزائريين أكثر من ربع عشرين مليون هي أناخبة تقريبا خمسة وربعين مليون جزائري هي فضيحة بمعنى الكلمة لما صار جديد ما بعد حرك شعبي الرئيس يقول بأنني في جمهورية جديدة أقوم بتأسيسها ما بعد الحرك لم يلتف حولها الجزائريون وهذا أكبر دليل على أنه المرحلة هذه غير مقبولة فضلا من أنه حتى الرئيس وحد ذاته تحدثنا علىها عدة مرات أنه في قد الشعبية داعه نعم شوف كم فطاو عليه في 12-12 وكم فطاو على دستوره على الأقل أكثر من مليون وستمائة الف قالوا لا للدستور من الهيئة الناخبة التي ذهبت إلى صناديق الاقتراح يعني هذا رقم لا يستهان به في ظل العزوف وفي ظل المقاطعة التي عدت بالملايين لذلك يريدون إشغال الناس بهذا الجدل وكذا 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 حتى ينسوا قضية الدستور يجي مرر الدستور وخلاص انتهى الأمر ويشغلوا بحاجة أخرى هاي حرب على الصحراء الغربية وما إلى ذلك من هذه الأمور ونحن دائما نعرف أن النظام الجزائري دائما يتحرب إلى الأمام ما يحب يواجه فشلوا هذه الإشكالية القائمة يعني حتى يدير غلط كبير بدل أن يواجهه ويصلحه لا يقفز إلى الأمام ويحاول إشغال الجزائريين بأشياء أخرى قرارات أخرى لجان أخرى صراعات أخرى وما إلى ذلك لذلك نجد أنهم وجدوا في هذا التضارب وهذه الإشاعات غايتهم حتى يشغلوا البال الجزائري رغم أن الشعب الجزائري الآن منشغل بوضع الاجتماعي الكارثة الاجتماعية الفقر الجزائر مقبلة على وضع اجتماعي متفجر كل أسباب الانفجار الوضع في الجزائر موجودة زيد لها حروب وزيد لها صراعات أعتقد بأن النظام الجزائري إذا لم يراجع أوراقه فستكون الكارثة أكبر مما يمكن تخيله إذا كانوا في 22 فيفري 2019 وجدوا قيادة عسكرية حكيمة ووجدوا شعب خرج ليس بسبب وضعه الاجتماعي بل بسبب إنقاذ بلاده من العصابة هذه المرة سيخرج لأسباب كثيرة ومن بينها وأخطرها هو الفقر والوضع الاجتماعي الذي لا يمكن أن يعالج إلا بمساعدة الناس وإصلاح أوضاعهم وهذا ربي يجيب الموضوع الآخر الذي ينتحدث عنه هو قضية تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قال فيها أن الرئيس شجاع شوف كلمة شجاع ذكرته المستشار الألمانية وذكر الرئيس ماكرون المستشار الألمانية قالت القوة والشجاعة والرئيس الفرنسي قال أنه شجاع كلمة الشجاعة هذه سنفهم بعدها ومعناها عندما يظهر الرئيس إذا ظهر الرئيس يمشي على قدميه بصفة عادية ما يوحي أن وضع الصح عادي إذن الشجاعة تتعلق بقرارات ستتخذ وإن كان ظهر ضعيف في صورة أخرى ربما على كرسي متحرك أو شيء من هذا القبيل لا نتمنى له طبعا نتمنى له الشفاء الشفاء التام إذا ظهر في صورة أخرى أعتقد بأن الشجاعة المقصودة من طرف ميركل وماكرون هي أن الرئيس سيواجه هذا الوضع الذي هو عليه بشجاعة لكن نحن نعلم أن الرئيس الفرنسي عندما تمت انتخابات 12-12 لم يقدم تهانيه إلى الرئيس الجزائري أنا لا وعنده وكان أعتقد في الاتحاد الأوروبي وقال بأنني طلقيت المعلومة وذكر بأنه ذلك يجب أن نلع الجزائر أن تستجيب الحركة الشعبية ولم يقدم له تهانيه ولا أي شيء وقد رد عليه الرئيس الجزائري في أول ندوة صحفية عقدها بالقوم فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش هو حر يسوق البضاء اللي حب في بلاده وأنا ننتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا الشعب الجزائري وما ننتخبني وما ننتخبني قال وعند وعندما وعندما يرحل بوتفليقه هي التي ترطب البيت الداخل للجزائر وتم الاتفاق على بعض الأسماء ولكنها بقيت في طي المجهور غير أن ما حدث كانت العصابة تتحرك ضمن أطر وتحت أعين فرنسا في إطار اتفاقية فالدوغراس التي سيمينها أنذاك اتفاقية فالدوغراس التي تقضي ببقاء الرئيس عبد العزي بوتفليقه في الحكم إلى غاية وفاته ثم يخلفه شخص آخر من نفس المجموعة التي هي مجموعة بوتفليقه وهذا الذي تم الاتفاق عليه غير أن القايد صالح رحمه الله غرد خارج هذا السر أجهض هذا المشروع عندما فار الشرع الجزائري تم التنصيق بين دوائر جزائرية ودوائر فرنسية أن يكون هناك شخصية أخرى يتم الاستنجاج بها بحيث بوتفليقه يغادر الحكم وتبقى هذه المرحلة انتقالية إلى غاية انتخابات رئاسية ولكن تحت رعاية العصابة نفسها قايد صالح أجهض هذا الأمر وأجهض إقالته وتم الزج برجال هذه العصابة في السجن سجنة توفيقه سجنة طرطاقه سجنة السعيد سجنة بوتفليقه سعيد بوتفليقه وسجنة ويحيا وسجنة سلال وسجنة ربراط وسجنة حداد كلهم هذموا كلهم في الأغلبية الساحقة تاهم هم رجال فرنسا في الجزال إذا لم يكنوا رجال فرنسا بصفة مباشرة هم ممن يعتبروا أركان اتفاقية فالدوغراس وممن يدافعون ووافقوا ووافقوا عليه هذه الإشكالية إذن صار صار الجايد صارح يغرد خارج سرب الإليسي وذهب في غير الإطار الذي كانت تريده فرنسا ولذلك فرنسا حست بغضب كبير حست بأن الجايد صارح انقلب عليها بأن الجايد صارح انقلب على مشروعها في الجزائر لذلك لم تكن فرنسا راضية على الجايد صارح ولذلك كانت هناك أزمة كبيرة بين الجزائر وفرنسا لذلك حتى تبون لما جاء للحكم كان سير في هذه الأزمة نعم بعد وفاة الجايد صارح عادت دفء للعلاقات بين الطرفين نحن ندرك أن الرئيس فرنسي هنأ بعدها الرئيس تبون توطط العلاقات زيارات متعددة وزير الخارجية ثلاث مرات هو يزور الجزائر وزير الداخلية زار كيف وضع أكالين الزهور على من سقطوا من الفرنسيين في حربهم ضد الجزائريين وما إلى ذلك من هذه الأمور أيضا جاء دستور دستور هو دستور في قيم الجمهورية الفرنسية هو دستور لقيم الجمهورية الفرنسية وليس لقيم الجمهورية الجزائرية التي أرساها بيان أول نغامر لما عاد الدفء لاحظنا ذلك توقفت الحملة حملة توقفات في إطار الفساد تم الإفراج على عدد كبير من الضباط والسامون وجنرالات في صمت توفيق خرجوه من سجن البوليدة ووضعوه في إقامة آما في بوشاوي وصار بعد ذلك يستقبل حتى الضيوف أوف الأمور الأمور تتجه نحو غير ما كان يريده الجيد صار هناك ما يشبه الإنقلاب ضد ما كان يريده الجيد صار لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لاحظنا توقفات طالت الخلية المقربة من الجيد صار فظهر الأمر أن القضية لم تتعلق بمواقف للمؤسسة بل فقط مواقف من طرف شخص من كوكبة من الأشخاص كانت تقود الجيش عندما رحل الركن الأساسي في هذه المجموعة تفككت هذه المجموعة واجترت المؤسسة الكثير من وعودهم أنه الرئيس ماكرون في حديثه الجون أفريك تحدث على شيء مهم هي المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية ترى ما هي معنى المرحلة الانتقالية هل هذه المرحلة هي انتقالية في نظر الرئيس الفرنسي منذ 22 فبراير وهو الذي كانت ترفضه السلطات الجزائرية على الجيس صارح كان يرفض مرحلة انتقالية كان قال مرحلة دستوري وعندما تم انتخاب الرئيس لا يمكن أن نسمي مرحلة انتقالية رئاسة الرئيس الجمهورية قال بأننا في جمهورية جديدة إذن إذا كان يقصد ماكرون مرحلة انتقالية من ذلك الوقت من المفروض هنا السلطات الجزائرية ترفضه ترده إذا كان يقصد أن المرحلة الانتقالية بدأت منذ مرض الرئيس تبو هذا شيء آخر معناها أنه هناك تم اتفاق على مخطط معين ما بعد مرض الرئيس تبو لأنه الوضع الصحي للرئيس تبو ماكرون عارف كل المعطيات عنده كل المعطيات على الوضع الصحي إذا لم تعطى لهم من أطرف جزائرية يعطيات لهم الأطرف المعطيات عنده ترى هل يقصد بهذه المرحلة منذ مرض الرئيس تبو مرحلة انتقالية والسلطة منذ ذلك الحين لم تتحدث عن هذه معناها أن المرحلة بدأت بالفعل مرحلة انتقالية ويتم ترطيب للانتقال إلى جهة معين ترى هذه المرحلة التي سنذهب إليها هل هي مرحلة مابع قبل 22 فبراير التي أجهضها القيد صالح فلذلك الرئيس الفرنسي ينظر إلى أن هذه المرحلة هي مجرد مرحلة انتقالية حتى إلى إعادة المياه إلى ما جريها التي كانت في نظر فرنسا قبل أن يجهض ذلك المشروع القيد صالح إذن إذا كانت مرحلة انتقالية معناها أن الرئيس لما يعود سيبدأ في مرحلة انتقالية معناها مرحلة لا علاقة لها من تلك المرحلة من 22 فبراير إلى غاية أكتوبر 2020 مرض الرئيس معناها أن هذا الدستور يدخل في إطار المرحلة الانتقالية أنه سيتم الإفراج عن تلك القيادات التي تم سجنها بسبب ما سميت أنذاك المؤامرة على المؤسسس العسكري أن الدستور الذي فيه قيم الجمهورية سيتم الاستمرار فيه أيضا الضغوطات التي مارسها ميرسة في المرحلة ما قبل رئاسية 12-12 ضد ما تسمى الحركة البربارية سترفع نهائيا وأعتقد أنها بدأت تظهر عوامل ذلك إذن تبقى مرحلة الانتقالية السلطة عندما كان الجزائريون يتحدثون يطالبون بمرحلة انتقالية إعلامهم يتم تحريض وتخوينهم وكذا وكذا نحن لا نريد مرحلة انتقالية وكذا وكذا ها هو الرئيس الفرنسي يتحدث عن مرحلة انتقالية في الجزائر ترى ما هي لا يمكن أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن مرحلة انتقالية ما تكون الاتفاق معها ورهم بدوا فعلية أيام فيها مع مرحلة مع سلطات الجزائر إلا إذا كان أن النظر في رأي فرنسا أن ما يحدث كل مرحلة انتقالية وفي النهاية ستبقى في نظر فرنسا أنها مرحلة انتقالية حتى توضع الجزائر في السكة التي يريدها الإليزي ربما أو أن المرحلة الانتقالية في ظل الصعوبات المستجدات الجديدة الرئيس مريض قد يعود في وضع صحي ليس مثل ما كان عليه من قبل حرب في الصحر الغربية ليبيا أي فيها حرب أهلية والجزائر خرجت منها منطقة الصحر والصحراء قد تتفجر فيها أمور وما هذه الأشياء لكن كل القراءات موجودة ولكن في نظري أن المرحلة الانتقالية التي يتحدث عليها الرئيس الفرنسي ماكرون ووصف الرئيس تبون بالشجاعة ربما بشجاعته في مواجهة الجزائريين وهو على وضع صحي آخر غير الذي كان عليه أو الشجاعة في اتخاذ قرارات وهذه القرارات ستكون مع إعادة الجزائر إلى مرحلة ما قبل 22 فيبير هذه إذن خاصة أن لفظ الشجاعة كما ذكرنا مشترك ما بين ماكرون وميركت ترى كيف ستكون شجاعة الرئيس ننتظر عودة الرئيس وظهوره للجزائرين كما قلت إذا ظهر واقفا على رجليه وفي وضع صحي عادي الشجاعة تتعلق بقرارات ستتخذ وهذه القرارات ستتخذ تتعلق باتفاقية فالدوغراس التي سيتم تجديدها وفق منظور جديد يتماهى مع المرحلة الجديدة يكون فيها الإفراج عن عدد من رموز نظام بوتفليقة عدم محاكمة بوتفليقة ثم التوقف عن هذه الحملة التي طالت البوتفليقيين ضمن إطار مكافحة الفساد وستعود الأمور إلى ما قبل 22 فيفري النفوذ الفرنسي كما هو من قبل أنا أعتقد وعندما أتحدث عن هذا الكلام لا يعني أنني أطالب بصراع أنا أقول هذا لكم الصراع الفرنسي الجزائري لن يكون في صالح الجزائريين ولن يكون في صالح الفرنسيين الجزائر عندها جادية كبيرة هنا وعندها مصالح كبيرة هنا وفرنسا أيضا كيف كيف وهناك مصالح مشتركة بين البلدين ولكن تحتاج إلى التعامل وفق منطق سيادي الند للند ووفق مصالح متبادلة وليست مصالح طرف على حساب طرف آخر هذا الذي يجب أن يكون وهذا هو المنطق في التعامل ما بين الدول أما الكلمات الأخرى والحديث الأخرى فهي كلها واهية ولا معنى لها إذن المرحلة الانتقالية الجزائر في نظر ماكرو في مرحلة انتقالية والجزائريين لم يعلموا أنهم في مرحلة انتقالية إلا عندما أخبرهم ماكرو والسلطات الجزائرية ظلت ترفض كلمة مصطلح المرحلة الانتقالية على مدار فطرة مكاملة ترى لماذا لا يم يتحدث أي مسؤول جزائري ويرد على ماكرو بأننا لسنا في مرحلة انتقالية صمتهم إما أنهم ينتظروا حتى يجي الرئيس يرد حتى يكون الرئيس يرد على رئيس آمر ثاني إما أنهم بالفعل في مرحلة انتقالية تم ضبطها منذ فطرة بين الأجهزة وفي لقاءات خفية والمعلومات كثيرة تتحدث أن تنسيق كبير خفي غير معلن اندلع منذ مطلع العام الجديد 2020 بين الجزائر وفرنسا وتم ترتيب فيها البيت الداخلي بين الطرفين وفق منظور جديد يرضي فرنسا ويرضي بعض الأطراف في الجزائر وطبعا آخر ما سيتم الاهتمام به هو إرضاء الحراك الشعب إذن إخواني الكرام ميركل أخبرتكم عن وضع الرئيس ويبقى طبق عودته ما زالت في حكم المجهول ربما خلال أيام وربما خلال فطرة وأنا قل ذكرت من قبل أن الرئيس خرج من الغيبوبة وأن مرحلة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين وإذا تجاوزت أكثر معناه أن الرئيس ما زال يحتاج إلى وقت طويل ليعود إلى وضعه الطبيعي ترى كيف سيظهر كيف سيواجه ما هي القرارات التي ستتخذ لنفهم بعد ذلك معنى الشجاعة التي قصدها ماكرو والشجاعة التي قصدتها ميركل وعندها لكل حادث حديث شكرا لكم أحبة الكرام ما زال الحديث فيه جوانب كثيرة سنثيرها في مدخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله